نروح بقى على مقر موقع يلا كورا مع الزميلة مريم سميح اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كل الصحف والمواقع وبالمناسبة هكون معها لقاء مع الأستاذة من عمر الصحفية بموقع يلا كورا صباح الفل عليك وصباح الفل على ضفتك الكريمة ويعني اتفضليح نسمعينكم صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك يا نهواند وصبح على كل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر موقع يلا كورا طبعا هيكون معانا عدة عنوين وأبرزها أو البداية من موقع يلا كورا البدري يعاد الرقم الجهري وأجيري من صحيفة الشرق الأوسط هولندا تعدل مصارها بربعية نظيفة في مرمى منتناجرو والصدارة تركية ومن الجمهورية أونلاين إيطاليا تنفرد بالرقم القياسي لسلسلة اللاهزائم بتعادل بطعم الهزيمة وأخيرا من صحيفة الرياضية بكي يتصدر هدافي البرش طبعا هيكون معانا لمنقشة كل هذه العنوين الأستاذة من عمر المحررة بموقع يلا كورا طبعا بصبح عليك في البداية من نورانا ومشرفانا على شاشة القناة النادي الأهلي في البداية خلينا نتكلم شوية عن مشوار منتخب مصر يمكن 8 مباريات بدون هزيمة بعد التعادل منتخب مصر مع الجابون مساء أمس طبعا زي ما كلنا شوفنا بنتيجة واحد واحد حسام البدري يمكن في 8 مباريات متتالية زي ما قلنا هو الرقم برضو حققه محمود الجهري من قبل مع المنتخب عام 2002 وكمان أجري حققه ويمكن 7 مباريات عام 2019 في كأس موام أفريقيا لو هنقارن هتبقى المقارن بموجة نظرك كزي صباح الخير عليك يا مريم وصباح الخير عليك كريمونة هوند في البداية زي ما انت مقلتي كلنا طبعا نبارح موطش المنتخب حسام البدري أو كابتان حسام البدري قدر أنه هو بكتيبة النجوم اللي هي موجودة في المنتخب حاليا قدر أنه هو يعمل رقم قياسي منذ تولي المهمة الفنية للمنتخب بداية حسام البدري كانت معه بتسوانا ده كان مطش ودي وقدر أنه هو يكسبه 1-0 من بعدها قدر في 8 مطشات متتالية أنه حقق سلسلة لا هزيمة وقرر فعلا الإنجاز كابتان محمود الجهري زي ما انت قلت في 2002 وأجيري في 2019 بداية كابتان حسام البدري الرسمية كانت في تصفيات أمم أفريقيا كانت مع توجو قدر أنه هو يكسب زهاب وقياب بعد كده مع جزر الأمر تعادل موتش وكسب بموتش مع كينيا تعادل الموتشين دول كانوا في تصفيات أمم أفريقيا بعد كده في تصفيات كاس العالم زي ما احنا تبعنا موتش أنجولا قدر أنه يكسب 1-0 وموتش الجابون قدر أنه يتعادل 1-1 وقدامه أنه يقدر يعدي الرقم كمان بتاع أجيري وكابتان محمود الجهري في الموتشات الجاية لأنه عنده الموتشين الجايين ليبيا على أردن الأول بعد كده برا أردن فبالتوفيق له من شاء الله إن شاء الله طبعا طبعا يعني عنوان الثاني بنتكلم عن التصفيات الأوروبية المؤهلة المنديالي 20-22 شهدت عودة قوية زي ما كل طبعا الجمهور شاف لهولندا يعني يمكن كان فيه نوع من عودة الروح للجماهير مرة أخرى كمان فرنس عايزين نتكلم عنها شوية لأنها محافظة على صدارة المجموعة برصيد يمكن 9 نقاط ولكن خلينا في الأول نتكلم عن العودة القوية لهولندا المجموعة مجموعة هولندا هي مجموعة المجموعة السبعة المجموعة دي شريسة جدا أنه بنلاقي صدارة أصلا لتركيا ب11 نقطة وراها هولندا 10 نقط وراها النرويج 10 نقط وراهم لاتيفيا 7 نقط فهي برضو مش بعيدة فالمنافسة في المجموعة دي هأعتقل أنها هتبقى قوية جدا وهتفضل مستمرة لوقت بعيد هولندا عندها فرصة أنها تنتزع الصدارة المطش الجاي لأن المطش الجاي هيبقى ما هيبقى مع تركيا فعندها فرصة أنها تنتزع الصدارة أعتقد الموضوع بالنسبة لهولندا مش هيبقى صعب خصوصا مع مجموعة النجوم الموجودة دلوقتي في المنتخب الهولندي وأنه بيقدم أداء جيد جدا وأعتقد أنها وجهة انزار لتركيا بعدما كذبت مونتونيجرو أربعة المطش اللي فيت بالنسبة لمجموعة فرنسا طبعا ده تاني تعادل لفرنسا على التوالي في التصفيات والحقيقة هي بتقدم أداء متواضع جدا على رغم من كتبت النجوم اللي موجودة زي جريزمان زي بول بوكبا زي كانتي زي لوريس معه مدرب مش هين مدرب تقيل جدا بس فرنسا بقالها فترة بنشوف الأداء المتواضع ده من اليورو ده تاني موتش لها زي ما احنا قلنا أنها تتعادل فيه في التصفيات تتعادلت مع أوكرانيا قبلها تتعادلت مع البوسنة على الرغم من كل ده برضو هي تعتبر مجموعتها سهلة شوية إلى حد ما هي برضو متصدرة للمجموعة بتسعة نقطة كسبة موتشين متعدلت تلات موتشوك طيب خلينا برضو نتكلم يا من عن يعني بعد تعادل إيطاليا يمكن صفر صفر مع سويسرا في تصفيات كأس العالم أيضا يمكن إيطاليا بكده وصلت يعني المباراة رقم 36 بدون هزيمة وطبعا بعد الرقم ده يعني هي كده بتكون حطامت كمان الرقم القياسي الأوروبي لإسبانيا بالزبط إيطاليا مع منشيني مقدمة نسخة من أفضل النسخ لإيطاليا في تاريخها شفنا ده في اليورو شفنا ده في التصفيات أمم أوروبا شفنا ده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم وشفنا ده في دوري الأمم الأوروبية فإيطاليا مع منشيني أعتقد أنها هتوصل لمكان بعيد جدا قدرت فعلا أنها على الرغم أنها تعادلت مع سويسرا سلبيا إلا أنها قدرت أنها تطلع من الموتش ده بمكسب وحيد أنها تحطم الرقم القياسي لسلسلة اللاه هزيمة 36 موتش وبكده هي تبقى حطامة رقمين منتخب أسباني ومنتخب البرازيلي كمان وقدامها برضو فرصة أنها تعدي الرقم ده في الموتشات الجاي منا لو نتكلم سريعا جدا عن بي كي يمكن حالة من التفوق شهادها بعد رحيل ميسي عن صفوف برشلونة كمان أصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف تعليقك سريعا على تفوق بي كي بعد رحيل ميسي هو الحقيقة لو ما كانش ميسي ميسي نحن مكناش نشوف الرقم ده البي كي بس هو بي كي دلوقتي فعلا في التشكيلة الحالية لبرشلونة هو الهدف النيدي 50 هدف حتى حنلاقي اللي وراء بعيد جدا حنلاقي دمبلي 30 هدف ووراهم بعد كده كوتينيو 24 هدف حتى جريزمان اللي هو كان موجود وبيحاول يكون قريب شوية من بي كي 34 هدف طلع عارة لأتليتكو مدريد الموسم ده بس هو في خلال الموسمين ينسجل 34 هدف هو الغريب في الموضوع بس ان هو مدافع بكي مدافع فهو المتصدر او هو الهدف لبرشلونة الحالي ب50 هدف شكرا جدا يا منا نورتينا وشرفتين على شاشة قناة النيدي الاهلي طبعا ده كان حوارنا وتحليلاتنا لكل العنوين مع دفتنا العزيزة الاستاذة من عمر المحررة بموقع يلا كورا بشكركم جدا العودة لكم مرة اخرى احنا نشكرك جزيلا شكرا زمانتنا العزيزة مارين سميح وتحياتنا الاستاذة منا نورتونا وشرفتونا شكرا لزملائنا الاعزاء جدا شكرا لزملائنا